فريق مولود تبجايا الجزائري مع ضيف تيبي مازينبي الكونغولي بهدفين لمثلي في المباراة القوية التي جمعتما في ذهاب نهائي كاسي الاتحاد الافريقي هكذا تزينت مدرجة ملعب مصطفى تشاكر بالبليدع بعدما امتلأت بأنصار الموب الذين حضروا بقوة لتشجيع فريقهم أمام تبويسو مازينبي زملاء القائد يايا اتفقوا على تقديم أداء مشرف في أول نهائي قاري لهم أما حوار المدربين السنجاق وفليد فترجمه سريعا تشادي مورغان الذي كاد يفتتع التسجيل في هذه المقطع محاولات الفجوية وصلت حتى بالتسجيل من بعيد لكن دون جديد أول ظهور حقيقي للضيوف جاء عبر تصويبة كوليبالي التي لم تبتعد كثيرا عن مرمى الحارس رحماني رحماني تسبب في ركلة جزائل ترجمها جونتان بولينجي إلى هدف مانحا التقدم لفريقها أمام أنظار المدرب الجديد للخضر جورج ليكنز هدف لم يحبت من عزمة أبناء أم مغوريا الذين واصلوا البحث عن هدف التعادل في المشهد الثاني فرص من الجانبين والإكراب واصلوا دعمهم لزملاء يايا الذي وقع على هدف التعادل بهذه الطريقة الرائعة هدف يايا رفع المعنويات من جديد وكاد اللاعب ذاته أن يضيف الثانية بعد من فرد بالحارس في هذه النقطة يايا كان نجم الشرط الثاني بامتياز وضيع فرصة أخرى لتسجيل هدف التقدم لتتهي المواجهة على نتيجة التعادل قبل موقعة لبومباتشي حقيقة مقابلة تيبي مازوبي كانت مقابلة صعبة جدا ولكن احنا درسنا هذا الفريق بطريقة جيدة وما يغفالكش بلي لعبنا معاه في المجموعات وشفنا نقاط قوة ونقاط ضعف الفريق هدايا وحنا من الأهم والأهم اللي عندنا اليوم كنا لازم نستحودوا على الكرة وما نخلوهمش يعني ندخلوا في طريقة لعب اللي يحبوها هما ما يغفالكش بلي تيبي مازوبي من المتعويدين من الكبار احنا فريق مولودية بجايا فريق اللي رهي كبر والحمد لله احنا رأنا راضين بالمرضوتة اليوم وراضين بالآداء اللي قدموها اللعبين تاوعنا اليوم تحس بلي قدمنا مباراة كبيرة تحس بلي احنا اللي اخذين هذا ثوب البطل ماشي تيبي مازوبي اللي عندهم الخبرة والتجربة في المنفسة الافريقية دوزيان ميتوتاني دخلنا بقوة سيطرنا على الفريق وقدمنا مباراة كبيرة